في بلد مثل العراق الذي يعاني نحو ثلث سكانه من الفقر المطقع يعلن المسؤولون فيه أن مجموعة موازناته المالية خلال 15 عاماً بلغت 1500 تريليون دينار عراقي ابتلع فساد الأحزاب الحاكمة معظمها رقم وصف بالهائل بالنسبة لموازنات مالية قد تكون الأكبر في المنطقة فنحو 1000 مليار دولار هي حجم الواردات المالية إلى العراق منذ الغزو الأمريكي ذهب نصفها إلى الموازنة الاستثمارية الوهمية وفقاً للجنة النزاهة النيابية كما خسر العراق أكثر من 350 مليار دولار من خلال تهريب العملة الأجنبية عن طريق مزادات البنك المركزي بجانب العقود والمشاريع الوهمية والمتلكئة ستة آلاف مشروع وهمي كلف خزينة العراق أكثر من 200 تريليون دينار منذ عام 2003 حتى يومنا هذا والكلام للجنة الخدمات البرلمانية ويأتي على رأس قائمة المستفيدين من أموال المشاريع الوهمية في العراق حزب الدعوة وزعيمه المالكي الذي تسبب في ضياع أكثر من 800 مليار دولار من أموال العراق دون أن يحقق بها منجزا واحدا على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الخدمي بحسب رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العقالي الأحزاب السياسية الشريكة تقف هي الأخرى وراء انتشار المخدرات وعمليات تهريب نفط العراق وتفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات وتفكك المجتمع وعسكرته وغياب القانون ومحاربة المنتج الوطني في مقابل تدهور التعليم وانتشار البطالة التي أفرزت نحو ثمانية ملايين عراقي دون خط الفقر وفقا لبرلمانين كما خلف الفساد الحكومي نسبة بطالة بلغت 40% من سكان العراق سياسات الحكومات المتعاقبة وضعت العراق بين البلدان الأكثر فسادا باحتلاله المرتبة 169 من أصل 180 بلدا بحسب منظمة الشفافية العالمية مع توقعات لصندوق النقد الدولي بأن تصل ديون العراق الخارجية إلى 138 مليار دولار في عام 2020 أموال الموازنات المالية ضاعت ما بين إهدار وسرقات منظمة باسم القانون ومع ذلك يشكك العراقيون في الأرقام المعلنة ويعدونها قاصرة على إحصاء ما ضيعته الحكومات المتعاقبة من أموال وثروات كفيلة بوضع العراق في مصاف الدول العظمى ترجمة نانسي قنقر